السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي واحدة في الفيديو هنرجع مراجع سريعا على محضرة. اه. لو حد ما سمعش برضو قبل كده ففاة عادي يعني. هي نقول كلها حجة ان شاء الله. اه. ده اول بردود هنتكلم في عن اه. الاحيول من وبعدين بردود هنتكلم عن الى اول تومر. فاول حاجة كلمنا عن حاجة اسمها اللوكالي والحاجة دي يعني حاجة دي شبه بالزبط بس الاختلاف هنا يبقى هو شبه بس الاختلاف اللي بيكون هنا بيبقى بطيق بيحصل صحيح بس يعني مش بيروح لاماكن بعيدة يبقى هو بطيق ومش بيروح اماكن بعيدة بعد كده الامثلة بتاعته كانت جمعناهم في كلمة ادم وباسل راجبين عربية باسل بي باسل والااا وادم تحت اهي ادم وباسل كان راجبين عربية كار اه بيشربوا سجاير يعني حاجة تبع حاجة تنزل على يعني اه عمل اعمل لهم دماغ عملوا حدسة عضمهم الكسر يعني عضم يعني يعني الكسر يعني ودي بتبقى وبعدك هاتبقى هنحفظها تمام بعد كده اه ده كان بيقول لي الفرق يعني ما بين ده انفلتريشن اه انما ده وهنا بيحصل بعد كده اتكلمنا عن هكونا حكينا قصة كانت بنت تعبنة جدا رحت للدكتورة فقررت فلاقيت ماس عندها فحصت بالصنار لقيت ماس فقررت انها تعمل عملية شالت الماس دي لقيتها ماس شكلها غريب جدا اه فبعدين الماس دي يعني قلنا ان دي حاجة اسمها التيراتومة سكمناها ان دي بنت شريرة اسمها توتي الفكرة بتاعت التيراتومة ان الاسبير من لما ييجي في الاوفم بيكون لي الزايجوت طبعا الزايجوت ده بيكون من خلاة اسمها الامبريونيكستيمسل او التوتي بوتنت امبريونيكستيمسل دي لها القدرة انها تديني اكتو وميزو واندو ديرو الخلى اللي بقى بيحصل هنا في التوتي بوتنت دي ان هي بتكون بتروح تعمل لي ايه تروح تكون لي مثلا اه عضم او سنان او شعر في اماكن تانية مش المفروض ان هي تكون فيها يعني مثلا توتي بوتنت دي موجودة في الاوفري او موجودة في ايه يعني او بيبقى بين ايه بيبقى ان بيبقى بيبقى الخلل ان حصل ايه يعني ايه في اماكن مش اماكنها اسلاً ويعارفين طبعا ايه زي يبقى اشهر اماكن كنا بنقول ان دي واحدة مجنونة فواحدة يبقى اشهر حاجة وتضيت منه yetiية وكده و удمكر في موجودة مذيدو مجنونة اقل من التسس انواحها فيه 3 انواع لو كونت لي حاجة ماتور يعني مثلا كونتني سنان كونت العظم لو كونت لي حاجة ماتور يعني لسه ما انا ضجتش خلايا خلايا ماتور لسه ما انا عرفش دي هاتف عصنان ولا عظم ولا ايه بصدبت بقى دي كده مالجننت لو كانت لي حاجة واحدة حاجة واحدة ده بيكون لي كذا حاجة لو كانت لي حاجة واحدة يبدأ اسمه مونو ديرمل تيراتومة تمام هنشوف دلوقتي اول نوع اسمه اليه اسمه البيناين اول نوع اسمه البنICO تيراتومة ده متور تيراتومة فيه من هو نوعين اول نوع اسمه السولد السولد ده حاجة جنده كده بي بقى حاجة سولد بتكون لي مثلا عظم سولد جدا طب الثاني سستك تيراتومة اوードيرمو Neutsel السيست ده ده بيبقى في شعر تلاقي فيه ثنان تلاقي فيه عظم تلاقي فيه قارتلج لهو استراطفادس كوميس ابسيليم سكن يعني ما هو ق البعض الدرم كان بيديني سكن فممكن نلاقي هنا سيبيشوس جيلاند برضو بتبقى موجودة في الاسكن بتديني كريمي سيبيشوس ماتيريال سيبيشوس دي تفرضي حاجة كريمي كده تمام فبنلاقي منوعات هنا كده في السيستيك تيراتومة ده ودي برضو شكل الشعر والسنان والكلام ده بعد كده التاني نوع معي اللي هو الماليجنانت تيراتومة وده بيبقى قلنا بيبقى ماتير تيشو بيبقى معا ماتير برضو بس الاماتير بيبقى كتير وده رير اصلا بعد كده المونو ديرمال تيراتومة وانا ده بيبقى نوع واحد يعني مثلا دي عندي الأوفري هو لقينا طلع عليه سيرويد جيلاند او غضة درقية طلعك على الأوفري يبقى ده كده حاجة واحدة يعني مش نورمال خالص ان الغضة درقية طلع على الأوفري يبقى ده بنسميه حاجة اسمها أو البيناين تيراتومة وده شكل البيناين شكل ماليجنان تمام بعد كده الامبريونيك تيراتومة دي كان فكرتها اني عندي خلايا 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 الجنين بعد ما تولد بيبقى في حاجة اسمها الاندفرانشيتد امبريونيك سيل دي مسؤولة عن انها تكمل لي نمو المسلا يتكون لي نمو الليفر مثلا فجي في يوم الخناية دي تجنت وقلبة ماليجناند وقلبت بسرطان فتعريف الامبريونيك تيومر ده دي صار يوزولي ماليجناند تيومر يبقى ده قلب سرطان يبقى ماليجناند جاء من الامبريونيك تشوه طب السن هل من اسمها امبريونيك يبقى ده لسه في بيبي لسه مولود نيونيت لأ ده بيبقى في الانفنت عند اليونج تشيلدرن ليه لانه هو على ما كبر كانت هي بقى الجنينة يعني هي بتكبر مع يعني هي على مدار كده ما وصل لمرحلة شايلد ود فهي بقى الجنينة في المرحلة دي هو غالبا بيجي في الانفنت عند اليونج تشيلدرن امثلته اربع امثلة لو جي في الكدني يبقى اسمه النفرو نفرو بلاستوما او الويل مستيومر لو جي في الريتنا هي اسمه ريتم البلاستوما لو جي في البلبرين هيبقى اسمه المضالة بلاستوما لو جي في القادرينا المضالة اللي هي الغد الفوق كذرية ايه غد القذرية او الفوق كلاوية بيجي في المضالة بتاعتها هيبقى ده اسمه اسمه نيورو بلاستوما او لو جاء كمان في الايه في السنباسات الجنجلة وده ده كانت حاجة كده اسمها الوحمة استمها الهامرتومة و قلنا يعني ايه هامرتومة ده ده مش تيومر هامرتومة تيومر ولا مش تيومر لا ده مش تيومر ده تيومر لايكماس جاها بسبب ايه جاها نتيجة مثلا ان اه ااا ف ده lleva крنها فيها خلايا بتنمو بشكل طبيعي بس consider يوم كده حصل الرواج والخلاة دي بتنمو نمت بشكل عشوائي فوق بعضها كده نمت بشكل عشوائي فوق بعضها فكاملت لي تيومر لايك ماس كده بس هي مش تيومر اسمها الهامر تيومر اتولد بيها الطفل ده وبلاحظناها بعد الايه بعد الولادة الامثلة يعني مش شرط انها تجي لي ببرة على الجسم لأ ممكن تيجي في الكدني ممكن تيجي في الرئة والخلاة بتاعتهم بتكبر حصل فيها خلال في الديفولومنت ممكن تيجي برضو في القرناة اللونون عشوها النمت temor دة جانبت مراجعة عن كل احا是我 للمت بارثون مهم ثم بهذه حصل التأ غني KIOHU Z هنقول استيوما ماشي ماشي استيو يعني عظمة اصلا جيف عظم استيوما جيف اللي بد في انسجد هنا يعني هنقول ليبوما ماشي جيف في غضريف كوندروما جيف في فايبراستيشو فايبروما جيف في في سموس ماصل ليوما يوما كده يعني ماشي وعندي الحاجة نسبتناه في كله ان الماكروسكوك بكسر بتاعهم كلهم هنلاقي الخلايا الطبيعية اصلا اللي كانت موجودة في النسيج ده وما بينها فايبرو فاسكولر تيشو بس فاول حاجة هنتكلم عنها اول حاجة كانت الباب اللوما الباب اللوما دي عبارة عن بناين تيومر جاي من السيرفس ابسيليم ممكن تبقى السيسايل يعني يعني برقة يعني من غير رعبة ممكن تبقى بدان كولية برقة بتتكون من ايه بتتكون من الكور بتاعها بيبقى الكور بتاعها بيبقى فيه اه كونكتف فاسكولر كونكتف تيشو من بره متحوطة طبعا من بره بالايه بالايبثيليم لان كان ادي الجلده هو ده الجلد حصل فيه باب اللوما كده او جلدك حصل في الجلدد non the cd lil here إيه ليه كزا نوع ده مسلا كلامنر ابسيليم هو ده كلامنار هو ده ترانزيشنل ده ebsenium éxay young. الاучت في الجلدد تبقى اسمقها squawuisacabelloma. لو جات في الترانزيشنل اصطاق الاسكوميس بيستراتفايد بيوجود في اللب في الجلد وفتحته واللينكس معهم الكولامنر سيل بابلومة بيوجود في البرست الترانزيشنر سيل بابلومة بيوجود في اليورياني برادر في المسانة والحالب والبلفث بعد ذلك كانت صور بابلومة تاني حاجة تكلمنا عن الأدينومة الأدينومة دي كانت عبارة عن سيم بلتيومر جاي من السيكريتوري أو الابسيريام أو الجلانس أصلاً أدينومة أدينومة يعني جلاند أدينومة يعني إيه؟ اللي أماكن متاعتها كانت جلاندس زي الأوفري زي السيرود وكمان إحنا بنقول إن ديه بتيه من الحاجات اللي بتفرز يعني سيكريتوري أو جلاندس الجلاندس دي زي الأوفري زي السيرود السيكريتوري ده زي GIT المعدة والمريء والجهاز الهضمي كده تمام بعد كده الجروس بيكتشر كنا هنفتكر الشكل ده والكابسوليتد ماشي والمايكروسكويت بيكتشر كانت أربع حاجات أول حاجة كان عندي السيمبل السيمبل أدينومة والسيمبل أدينومة دي كانت فيها جلاندس كتيرة جداً سواء بقى فيها كيب غيدة وما بينهم وما بينهم بما وجودة في البنك رياس والكولوريكتال أدينومة ثاني نوع بقى الثاني نوع ده إن الفايبرو فاسكول اللي كان هنا ده زاد جداً فكون لي حاجة اسمها للسترومة وده بنلاقيه في البريست كفايبرا أدينومة ده اسمه ميكسيد بقى أول نوع ده اسمه سيمبل ثاني نوع اسمه ميكسيد ثانت نوع السيستا دينومة أنا عندي الأسيناية هي دي الأسيناي ودي الدكت الأسيناي بتوقع التفرس تفرس فحصل هنا حصل المشكلة فحصل الريتيند للأسيناي دي فاللي لونها دي دي كده دي كده اسيناي هي حصل فيها الريتينشان في الأسيناي دي وأشهر مكان هو الأوفيريان سيستا دينومة تمام بعد كده عندي البابيلاري سيستا دينومة إياها هي نفس السيستا دينومة دي بس حصل إيه الإفرازات دي زادت جداً فعمل إيه عملت بابيلومة عملت بابيلومة وأشهر مكان برضو في الأوفيري ماشي بعد كده الأفكتس بتاع الأدينومة قلنا الأدينومة دي ممكن يعني الأدينومة جات مثلاً في الأوفيري فدي فانكشنينج الأوفيري بيفرز إيه بيفرز إستروجين فلما جاي في أدينومة دابي ناين تومر فقعد يفرز إستروجين كدير زاد الإستروجين فعمل اندومتريا الهايبر بليزيا يعني بطانة الرحم زادت سمتها قوي بسبب إيه بسبب الهرمونة ده زيادة الإستروجين بسبب زيادة الإيه الإستروجين اللي طالع من الأوفيري الجاه في أدينومة والأدينومة ممكن تقلب أدينوكارسينومة بعد كده تكلمنا عن الفايبر أدينومة وده كان نوع أصلاً من الميكسد من الميكسد أدينومة تحت الميكروسكوب كان بيجي في البريست كان على هيئة فايبر أدينومة والفايبر أدينومة ده زاكومر سبناية تيومور الفايبر أدينومة وهو إستروجين ديبندنت وعرفنا كمان هو بيقى سوليتري أو ممكن يبقى مالتبول عادي ممكن يجي هنا ممكن يجي هنا ممكن يجي هنا مالتبول يعني أو سوليتري بيبقى أوفل أوفل أو راوندد بيبقى جريش ويت وبيبقى ويبقى فرمى في الكنزيستانسي ويبقى هولي لايك باتن وهنشوف وسايد بتاعه ومش مهمة قوي ده بيبقى نوعين تحت الميكروسكوب لما نيجي نشوف تحت الميكروسكوب بصوا الهولي لاين باترن كده بتحت الميكروسكوب بقى بنشوف إيه يا إما بيري يا إما إنترا البيري كاناليكولر ده بشوف فيه الانترا كاناليكولر بيبقى فيه داكتس وفايبرس استرومة هنا بقى استرومة بتققى كثير فبتخلي الايه البيري كاناليكولر بيخلي البيري كاناليكولر كده بصوا الابيري كاناليكولر ده بيبقى ايه الاسترومة زادت جدا فضغطت على الدكتس دي فخلتها شكل النجمة شكل ده كده شايفين اليومن ايه اليومن اضياء خالص بتاع الدكتس هنا اليومن عادي بيتنت لكن هنا اليومن اضياء يبقى هنا دي بتتكون من ايه بتتكون من بلوفريت الدكت اسي ناي وبتبقى راوندد وباتنت وكمان بتبقى الدكت دي بتبقى من جواها كويبودة السل ورس العالة ميقو سل يالسل دي زيها بالظبط بس حصل كومبريز للايه للفايبرسترومة دي وداتني ستارشيبت او ايه او اللي سلت لايك ستارشيبت او اللي سلت لايك نفس الكلام برده حصل بيبقى فيه كويبودة السل وميقو سل السل نفس الكلام مبينة بعد كده احنا كده خلصنا حمل بيبنين Hopc اوف نكلم عن المجزنقومة بقى اول حاجة في المجزنقومة بمشاهد تحت الميقليسكوب ازاي بشوفه 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 بشوف في الفايبرولاست تمام وبينها كولوجين لاين الكولوجين ده نوع من انوع الفايبرولاستيشو بشوف فيها يبقى بس الفايبولاست و الكولوجين ولو شفت بلات فيزل ولا حاجةية الطبيعة اصلاً بتاع الخليه اللايبوما بقى بس صبعاً هنا بيبقى بليفريت باقي بيبقى ثمت بقى آآ بعد كان اللايبوما بقى ده بناين تيومر بتاعي? بتاعي le-dish mode وده كومالكوما آآ بين ال溝通 برضو زي التاني مع عدل ايه مع عدل بري اه وبيتركز برضو في مناطق معينة زي الباتوكس زي 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 بتاعته هنشوفها مستورة دي كده وهي كابسوليتد اهي كابسوليتد الوبيليتد صوفت باين عليها جدا ان هي صوفت وجريزي يعني مشحمة كده وييلو تيومر لونها اصفر الكاتسيكشن بيبقى باقي 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 تمام بعد كده المايكروسكويت بيكتشر بقى المايكروسكويت بيتشر هشوف ايه هشوف الخلايا التبعيه لها الاديبوتسيشوs وهنا هشوفها هتكون اكسينترك يعني تمام بتاعتها ايه بتاعتها عامة فيكت ýكسينتريك نوكليوه بتضيني شكل السنجتricht filling appearance الشكل لديه بسει بما بينها ايه ما بينها فيبروباسوكولنار كونيكتغفتشوعد بالكده الاستيوم الاستيوما الاستيوم الاستيومار ده عبراه عن ايه? استيوم عن عضن يعنى ده بنوينت eensiemar جاي مت ان جاي من الوبون في لو جي في البون جامد زي اللي صغالي بدأ كومبكت جامد واللي اصتيوما يجي في الضعيف فقط مش ضعيف يعني هو جامد زي ده يجي في جزء ضعيف ده هنا في الفيرتبرال يجي في الشورت بون بعد كده الكندرو ما بقى يجي يا كندرو ما بقى انها اللحن جاي من هين جاي من الهايلانكارتج احنا عالفين ان المفاصل المفاصل بيبقى ما بينها ما بينها هايلان كارتلج كده عشان يقلل احتجاج ما بين العضل فهنلاقيها في المفاصل بتاعت الايد واشهر حاجة للمفاصل بتاعت الايد و بتاع الرجلي بقى الشرطبون والفيت اشهر اماكن اصلا ويجي تاني فين يجي في السترنم في عضمة القص يعني يجي في الريبس يجي في في البيلفس في الهنا كده في البيلفس يجي كمان في البرونكاي لاني دول فيهم كارتلج وكمان بقى تدريد ان تجرب على الائدي قدم الم شاهضها بإعادة هذه الخديقة تبقي الكثير من المشروع وبینها وهو بعد كدو أبنى الان مصل وهكل شخص وهو الأشهر مكان أبنى تيومر في الفميل ودي مرح ودي امسي كيو وهو في الرحم يبقى استروجين بعد كده الجروس بيكتشر اهو وشكله جدا ان هو صولد وممكن يبقى ملتبل او سنجل عادي ومهم نعرف انه هنا بيبقى انكابسوليتد بيبقى انكابسوليتد ما بيقاش في كابسول بس يبقى ده مثلا التيومر اهو ده التيومر انكابسوليتد بس الموصل اللي حواليه بتعطي تيتيج عليه كده هو اللي بيكتر فانكابسوليتد بيبقى ده اللي هو الري ابيرانس على كابسول او ها ايieux ليانه في بقى اهو بيبقى ايه تيومر بلامه متشفين في اللي احنا عارفه انه في كل خيكة بيقول عن الشكل النوكليوي بيقول ان الشكل النوكليوي بتاع السموكليوي بتكون طويلة وعند من الجنب لكن النوكليوي بتاع الفيبرو بلاست هي فورم نوكليوي بعد ذلك الهامرتومة من هاي عن ايه؟ يعني بنيين تومور جاي فين؟ يعني بنيين دم الهيم يعني دم. انجو يعني فيزل. يبقى بلد فيزل في الاواعي الدموية. واحنا كنا قلين الهامارتومة. كنا بنقول في حاجة اسمها الهامارتومة. الهامارتومة دي الواحة. كان في من الواعها الهامارتومة والليمفانجيومة. فالهامارتومة ده نوع من الواع الهامارتومة. يبقى ده بناين ولا مليج ننت. لا. ده ولا بناين ولا مليج ننت. اصلا ده تيومر لايك. ده تيومر لايك. يبقى ده حاجة شبه تيومر بس فاهمش تيومر. وده نتكب ص نتكابسوليتد بعد الليوم يومة هي الهيمان جيومة تمام? اه بعد كده في عندي نوعين من الهيمان جيومة. بصوا لو كان الكابيلر صغيرة. يبقى دي هنسميه كابيلر هيمان جيوم. لو كانت الكابيلر كبيرة كافيرنس. كيف دي حاجة كبيرة. كافيرنس هيمان جيوم. بس ده الفرق يعني. والباقي كله ما بينهم فايبرس ساتيشو. عارفينها. وناتكابسوليتد عارفينها برضو. وعارفين ان الاوعائي الدموية بتبقى فيها من جوها اندوثيليل سيل. يبقى دي سمول ودي لارش. وده سمول ده هنعرف بس انه بتيجي في الفيس وخلاص. انا ما دي نعرف انه بتيجي في الفيس واللب والانترنال زي الليفر والسبلين والربون. بعد كده اخر حاجة بقى. لا مش اخر حاجة. بعد كده الليمفان جيومة بيجي في الايه في الليمف فيزل. دي برضو نوع من انواع الهامرتومة. وده يعني يعني مور كومان في في الشيلدين. شكله تحت الميكروسكوب ايه? نفس التاني. نفس الهيمنجيو. نفس الهيمنجيو ما او. هاشوف منه كابلاري. وهاشوف منه كافيرنس. والكابلاري في اللي سمول. والكافيرنس في اللارش. بس. وما بينهم في براستروم. وبس كده نكون خلصنا المحاضرة. آآ والسلام عليكم رحمة الله ورحمة الله وبركاته.